مسا مسا على كل وشاء دحيح الافلام تخيلت برايح مصيف مع ولادك وفجأة وانت عاد على الشاطئ تلاقي في سفينة قدامك ومن بعدها تحس ان الحياة بقيت فيها حاجة غلط والحيوانات بقيت تامل حاجات غريبة ومش مفهومة فيلم ليفزا وورد بي هاين صدر سنة 2023 وبيتصنف من افلام الغموض والاصارة بيبدأ فيلمنا مع واحدة ست اسمها اماندا بتصحي جزء كلاي من النوم وبيتقول له يلا امجز يدومك علشان خاطر انسافر نقضي الاجازة بتاعتنا في مدينة ساحلية جنبنا انا اخدت اجازة مصيف من الشهول بتاقي ويدوني ثلاث ايام بس انا ممكن اصطابط عليهم واخليهم خمسة فقال لها كلاي قال لا مرة واحدة كده طقت في دماغك اننا نسافر في الاجازة فانا كنت بتحيل عليك كتير قبل كده اننا نسافر نقض عندي اختي في شيكاغو اسبوعين واناك الجو حلو وكل حاجة بس انت ما كنتش بتوفي فقالت له اماندا وهي دي تبقى خروجها لما اخرج من بيت لبيت ناس سنين وبعدين كده كده انتعرف ان اختك مش بتحبني من زمان هتيجي دلوقتي وتحبني فقالت له اماندا الصراحة وانا صحية الصبح كلمت واحدة على بيتي نكف المدينة دي يكون جنب البحر وكده والحياة الراجل كان شخصي لطيف جدا والبيت بتاوي الشكله جميل وفيه حمام سباحة وفيه كل حاجة ممكن تتوقعها فقال لها كلايتا مش كنتي قلت من بدري علشان خاطر انزل اشتري انا ولعل شوية حاجات فقالت له اماندا ده هما كلهم ثلاثة واربع ايام نروح نشم فيهم هوا نظيف ونبقى اتبقى عن حوارات الشغل بتاعنا اللي واخدنا من بعض ومن عيالنا فقال لها كلايت يسدى عندك حق الواحد فعلا كم محتاج يفصل عن الشغل شوية علشان خلصت ايب انا ما بقيتش يفاكر اخر مرة خدت اجازة يمتعى ولما البيت كله بيجاهز نفسه بيحضر شنطه بيروحوا يركبوا العربية بساعة اماندا بتقول لهم المدينة اللي احنا رايحينها دي بعيدة عن باقي الناس علشان كده لما نروح هناك مش هتلاو ناس كتير هناك وبيكون عند اماندا وكلاي ولد اسمه وارتشي وده بباربع وعشرين ساعة ماسك التليفون واحد على النيت وعندهم بنت اسمها الروزي ودي بباربع وعشرين ساعة هي كمان مسكة تابلت بتاعها وبتعطي تفرج على مسلسلات نيت فيليكسو اكتر واحدة بتخلص باقة النت في البيت واول ما بيوصلوا البيت الناك بيكون كبير جدا وكلاي واماندا والعلب بقوا مبهورين جدا فيه بس طبعا مش بتبقى كل حاجة متاحة لهم في البيت لانهم مجرد ثلاث او اربع ايام ويسيبوه ويمشو وبيتقول اماندا لكلاي اي رايك بقى فلاك لاي يريد بجد كلها جازة نيجي نقضيها في البيت ده علشان بيجد البيت رواه فقالت له اماندا اي خدمة قررت انها تروح تشتري شوية حاجات من الهايبر اللي موجود في المدينة ولما بتروح هناك وبتشتري اماندا الحاجة اللي هي عوزها وتابت شوف راجل كده لابس طاية وكانت شارع حاجات كتيرة اوي لدرجة ان العربية بتاعته تتملت على اخرها ولما لاحز الراجل اماندا وهي بيبص عليه رحت اماندا عملة نفسها من بانها ورجبة العربية ومشيت وتاني يوم بيروحوا بعد كده للشاطئ وبيكونوا مبسوطين بالجو اوي وساعة روزي وارتيشي هم كمان كانوا مبسوطين وتابت شوف روزي سفينة ضخمة من بعيد فبتقول لاخوها ان السفينة دي شكلها حلو اوي فاللها ارتشي اه تسدي عندك حق في الوقت اللي كانوا كلهم نايمين ساعة بتلاحظ روزي ان السفينة كل شيء عملها تقرب واتقرب جامل فساعة اماندا رحت بصرعة صحية كلاي وابنها ارتشي ورحوا شايلين الحاجة بتاعتهم وفضلوا اجروا من السفينة علشان ما تغبطش فيهم واتاب الناس اللي على الشاطئ هم كمان فضلوا يجروا ويصرخوا لانهم يترعبوا من اللي السفينة عملته والسفينة دي فضلت ماشي على الشاطئ لحد ما راحت الرملة موقفها وبعدها بتقول الامن اللي مسؤولين عن الشاطئ راحوا مخرجين الناس كلهم وقال لهم معلش علشان حصل اطل في السفينة المفاجئة علشان كده حصل اللي حصل ولما بيروحوا بيتروح اماندا تفتح اللابتوب بتاعها علشان تقود على النت بس وقتها ملقتش النت شغال فقالت لكلاي انت تعرف تشغل النت علشان محتاجاه بس كلاي قال لها حبيبتي انا مش بفهم في الحوار ده انت اللي بتفهمي فيه وبعدها بيقول لها كلاي طب ايه حبيبتي مش هتيجي تساعديني في عمل الهامبورجر والعيلة قالها تموت من الجوع فقالت له اماندا هقوم طبعا وفي اللحظة دي بتشوف اماندا غزلة قدامها فبتأجبها شكلها جدا وبتقول لكلاي تعال ابص عليها وبعد اما بيملوا الاكله قعدوا ياكلوا بالليل كلاي هو عيد مع اماندا رح يلاها انه اول ما يرجع من الاجازة يروح يقض مع الطالبة اللي عنده اللي اسمها مرية علشان يخلص معها الجزء التاني من الكتاب بتاعها فقالت له اماندا السادة انت مش بتتكلم عن اي حد معاك من الكلية في الجامعة الا البنت دي فقال لها كلاي علشان البنت دي اشتر واحدة عندي ودمغها توسن بلد الصراحة وبعدها هم عادين بتقول اماندا لكلاي الناس همه صوت حد بيخبط على الباب بس كلاي اللي يا بنتي تلاي في قطة الكلب ما تجغليش بالك بس اماندا قالت له لا يا كلاي دي خطة قطة وكلب واتسموا صوت حد بينادي عليهم فراح كلاي اي اللي اماندا خليكي واقفة هنا علشان خاطر العيال وانا هروح اشوف مين اللي بينادي ولو حصلت اي حاجة تصلي بالشرطة على طول ولما بيفتح الباب بيلاي راجل وبنته بيقول له ما انا اسم جي اتشو دي بنتي روس وانا اسف اني خبطت عليكم في وقت زيدة بس انا وبنتي كنا رايحين بيتنا التاني بس للاسف حصلت حاجة كده في الطريق والطريق كل واقف علشان كده معرفناش نروح والطريق كل واقف علشان كده معرفناش نروح البيت فقال له كلاي اماندا اي وطيب انت عاوز اي دلوقتي علشان احنا مش فهمين اي حاجة واته الراجل اللي هو من هو صاحب البيت اللي هم قاعدين فيه فطبع اماندا قالت له ازاي الكلام ده فقال لها جي اتش ايوة والله انا جي اتش اللي انت كنت بتكلميه بخصوص ايجار البيت وانا وفق وقالت لها جلوس بنته انهم لما لو الطريق وقفوا انهم عاوزين يروحوا يناموا اموا جايين على هنا وراح يلوم جي اتش ايوة بالزبط زي ما هي قالت كده وعلى العموم انا مستعد ارجع لكم نص الفلوس اللي انتو دفعتوها علشان نقود معاكم بس النهاردة بس اماندا قالت له لا معلش انا ما ينفعنيش الكلام ده انا دفع فلوس علشان خاطر حاجز البيت ده ايا كان بقى البيت بتاعك مش بتاعك حاجة ما تخصنيش وانا روح اتصل بالشركة اللي عن طريقة سلامت الشقة وهي تتصرف بس جي اتش اللي مالوش داي على فكرة اللي انت بتعمليه ده هو مجرد بس ظرفي حصلي انا وبنتي وملاقناش اي حل غير اننا اني يجي هنا بس كلاي قال لهم خلاص عادي مفيش مشكلة عاودوا معانا بس هنا راح جي اتش هيلو لا انتو لازم تاخدوا حقكم وام رايح فاتح الباب بتاعي الحاجة اللي لما جيه كلاي يفتحه قبل كده معرفش وراح جي اتش انطلع لهم الفلوس وقال لهم شوف انت عاوزين كام وانا معاكم في اي حاجة بس اماندا هلطلو على فكرة الحوار مش حوار فلوس خالي زي ما انت فاكر الفكرة في اني فجأة انا وجوزي وعيالي يجي احد غريب يقعد معانا ولما بتطلع فوق اماندا تتكلم مع كلاي راح اتعلي له انت ليه قلت لهم يعودوا معانا فالله كلاي حبيبتي الراجل بيقولك انه صاحب البيت فما انفعش نقول له لا ما تقعدش دي هتبع اللي تزوق مننا فقالت له اماندا وانت ايش عرفك انه صاحب البيت مش يمكن يكون نصاب وبيامل الفيلم ده علينا علشان ياخد البيت او يسرعنا بس كلاي قال له هيامل علينا حوار ليه يعني وبعدين هديك شايفك قربة قطع برا ومش عارف يرجع بيته اللي قالنا عليه وبعدين فتح الباب قدامنا اللي فيه الحاجة وطلالت من فلوس فقالت له اماندا كل داي مش داخل دماغي على فكرة وممكن يكون سفراجي ولا حاجة ومعان نسخة من المفاتيح بتاعت كل حاجة في البيت بس كلاي قال له خلاص يا ستنا يشوف انا الحوار ده وبكرة الصبح هم يمشون ولما بينزل كلاي واماندا علشان يتكلموا مع جي اتش انه راحت اماندا اي لا طب احنا موافقين انكم توادوا معنا بس ملاش انا محتاجة اي ازباد شخصية ليك علشان بس اتطمن شوية لان عندي عيال والطبيعي هخف عليهم بلا جي اتش ايوة طبعا من حقك بس يصدقين انا الجاكت اللي كان في البطاقة بتاعته انسيته في الحفلة قبل ما يجي على عينة انا وروس في الوقت ده لما جات روس يفتح التلفزيون شافت خبر بيولد الاشارة بتاعت التلفزيون والتليفونات فيها عطلة وانهم بيحاولوا يصلاحوا العطلة ده في اسرع وقت ممكن وراح وقتها جي اتش ومنضى وكلاي يشوفوا الخبر ده وانا راح يلقم كلاي على ما ظن كده كنتوا اتقعدوا في البيت النهاردة فقال له جي اتش حبيبي تسلم وانا هنزل انا وروس بنتي ينباد في الاوضة اللي تاعه لما بينزل جي اتش وبنته تحت راح يتعلله يعني احنا نبقى البيت ده كله بتاعنا يا بابا وننزل نوت في الاوضة فقال لها ابوها ايوة يا بنتي علشان الناس اللي فوق مأجرين البيت ومن فاش نخرجوا منه لو حتى افترضنا انهم ايخرجوا احنا هندفع ليهم مبلغ كبير جدا علشان خاطر خلفنا العد فقالت له رستب تمام خلاص هستحمل الثلاث ايام دولي عدوا لحد ما يمشوا بس باشوف ماما هتوصل امتى علشان خاطر وحشتني اول فقال لها ابوها اول ما الشبكة ترجع هتصل عليها على طول وفي نفس الوقت كانت اماندا لسه الشيطان بيلعب في دماغها وبيتقول لك لاي انت هتنام وفي ناس غريبة قادة في البيت معانا فقال لها كلاه هو انت مش هتبطل الزن ده بقى مش انا قلتلك خلاص بكرة اول ما نصحى نشوف الحوار ده فقالت لها ايوا فقال لا طب امال بتفتح الموضوع ايه تاني فقالت له خلاص نم نام وتاني يوم السبح بيتيجي بنتها الروزي وبيتقول لها يا ماما هو النت مش شغال ايه فقالت لها اماما النت منبارح فاصل وانا مش عارف فاماله فقالت لها روزي طب ما تقومي تشوفي حل فقالت لها اماندا روحي لقضة بتاعتك يا روزي ولما بابا يصحى يبقى يشوفي الموضوع ده ولما بتقوم اماندا تبص في التليفون بتاعها وفي شبكة ولا لأ ساعتها لقيت في رسائل مبقوطة لها بتقول ان انقطاع الاتصال بقى في كل امريكا وان اللي وراء انقطاع شبكة الانترنت هم الهاكرز وقتها لما جات اماندا تصحي كلاي من النمع لشان خاطر توريله الرسائل ساعت الرسائل كانت اختفت وراحت ايلى اماندا لكلاي ان الهاكرز هم اللي وراء قطع الانترنت والشبكة بقى لها كلاي اه ده شكل الحار كده كبير بس اكيده يتحل بسرعة يعني لما بيصحك لاي من النم راح اتوغده بنته روزي من ايده وبتقوله بابا شغل التليفزيون ده بقى لها كلاي ان الاشارة مش شغالة من مبارح وانه شوية كده بيروح المتجر يشتري اي حاجة من هناك ممكن تساعدهم بانهم يشغلوا الاشارة بعدها لما بتخرج روزيها لشان خاطر توت في الجنينة بتاعتها تاتها بتشوف غزالة فراحة فضلت ماشية لحد ما رابط من الغزالة وبعدها ظهروا ده ما عدد كبير من الغزلان وما كانتش فهمة روزي ليه كان عددهم كبير كده وبنشوف بعد كده الروس لما بتصح من النوم بتروح تميلها كوباية اهوة واتها بتوتك كلمة اماندا وساعتها اماندا لتلاها انها اول مساحية الصبح شفت رسائل على تلفونها بتقول ان الشبكة والاشارة مش شغالين علشان خاطر الهاكرز اخترقوا الحاجات دي واتها لتلاها الروس والحوار ده هيفضل كتير فالتلاها اماندا مش عارفة ده حتى بنتي روزي كل شوية تسألني علشان خاطر المسلسل اللي هي بتتفرج عليه وبيجي جي اتشي ولان رايح لجاره اللي من عيلة اكسيلي وساعتها بتقوله اماندا تتعرف حاجة عن الهاكرز وكده رح يلاها انه زمان ظهر فيروس اسمه فيروس الحب وده اللي كان مسئول عنه هما الهاكرز لانهم بقوا يخترقوا رسائل الناس ويبضلوا يبعثوا كلام حب ورومانسية لاي حد كده وخلاص وبينشوف بعد كده جي اتشي بيروح لبيت الراجل جاره بس لما بيروح هناك مش بيلايه اي حد هناك فبيخش جوه البيت وبينيه المكان خربان والمية في كل مكان وان بعد كده جي اتشي رايح للمغزن ويخد من الدرج اللي هناك جهاز خاص بالاشارة بس ما كانش شغال هو كمان ولما رح بعد كده جي اتشي ناحية الشاطئ وقتها بيلايه المكان ما فيهوش ولا واحد لما جي بص على الارض ولا بوصلة مرمية او المجي اخدها اكتشف ان البوصلة دي كانت فيهت بني ادم بس البني ادم داك كان ميت ولما بص جي اتشي حواليه لقى فيه كتير من الكسس وقتها شف من بيهت فيه طيارة بتقعة فانجري بسرعة لحد ما استخبق جوه بيت كده والطيارة قامت متفجرة في اللحظة دي كان كلايه رايح المتجر يشوف حوار الاشارة وكده بس هو ماشي لاست وقفه على الطريق ولما وقف لها فضلة الست دي ترغي معا كتير هو مش فاهم منها اي حاجة فرح سايبها وماشي وانا لاحظ كلايه ان فيه الطيارة عمالة تنزل ورق كتير في المكان فقام كلايه واخد العربية بتاعته وفضل يجري من الورق ده قبل ما يقع عليه بنفس الوقت ده كانت روزي خدت اخوها ارتشي وقالت له انها شافت كذا غزالا بارح فقال لها ارتشي ايواء المفيد في الموضوع فقالت له روزي مش عارفة وبعد كده الاتنين بيخشوا القوضة كده شكلها غريب ومش بيكونوا عارفين ايه المكان ده ولا مين اللي عايش فيه وبعد كده بنرجع مرة ثانية الجي اتش اللي لما بيرجع بيكون هدومه مبلولة كلها فقالت له روس اللي حصل لك يا بابا فقال لها انه ويع في المياه وهو مش وايخد باله لما امت روسها لشان تجيب له دومة لشان يغير راح جي اتش ايه لاماندا انه لما راح لجاره ملقهوش هناك والنشرط اللي جانبه لها فيه جسس كتيرة وانه اي طيرة بتعد من المكان ده بتروح وقع فيه وساعة هم بيتكلموا مع بعض بيسمعوا صوت جامد جدا مش بيقدروا يسمعوا اي حاجة من بعده وبيكونوا كلهم متقصرين بالصد ده حتى روزي واخوها فاولما السد ده بيختفي امت رايحة ااماندا لعيالها لشان خاطر تتطمن عليهم لما بيقودوا مع بعضه وبيقولوا عيالها هو فين بابا راح اتعلالهم انه شوية وجاي وبعد كده راح ات اماندا ايلى اللي جي اتش انه فيه حاجة مش مفهومة بتحصل وانه ايه الصوت اللي هم سمعوا ده فقالها جي اتش انه زيه زيها مش عارف اي حاجة فقالت له ازاي بتقول مش عارف وانت لسه ايه اللي ان انت شفت طيارة واقعة وكل اللي فيها ماتوا فقال لان انا قلت لك على اللي شفته بس مش اكتر وساعتها روسي تضيقت لان امها المفروض انها رجبة طيارة وجاية ليهم وانه بيرجع كلاي البيت واتابة روح اماندا تتطمن عليها ولما قلت له انت كنت فين راح الا انا كنت رايح المتجر زي ما قلت لك بس اسميت الصوت الفضيق ده علشان كده روحت راجع وتاني يوم الصبح راحت اماندا وعليتها مجاهزين شنطتهم علشان خاطر يمشوا من البيت ولما حاول جي اتش يقناهم انهم يعودوا معا لحد ما الامور تتزبط بس هما ما وفقوش بس هما ماشيين واعتاه شافوا الطريق واقف اوي والعربيات كلها مش بتتحرك فراحت اماندا نازلة من العربية لشان تشوف ايه وساتها شافت اني ما فيش اي حد من الناس العربيات لما بصت العربية فيهم لايت مكتوب عليها انها لسه جديدة وبشافت عربية جاية بسرعة كبيرة عليهم فراحت ايلا لكلاي انه يركب العربية بسرعة وراحت مدورة بالعربية وفضل التحول انها ما تخليش اي عربية تغبط فيهم لحد ما قرروا انهم يرجعوا الجي اتش وبنته مرة تانية علشان يعودوا معاهم والتاني يوم لما بيصحى ارتشي انهم بيحس ان فيه حاجة غريبة في بقه ولما مسك سنانه لها سنانه اعملت تكسر واحدة ورا واحدة وبتخرج في ايده وساعت امه كانت خايفة عليه او يراحت مناديا على كلاي اللي هو المجرح ايه اللي ارتشي اهدى يا حبيبي ما فيش اي حاجة ماتي لاش وبعدها بيعودوا يفكروا مع بعض على طريقة يعلقوا بيها ارتشي بس وقتها ارتشية لهم انه ممكن يكون اللي حصلوا ده بالسبب الحشرة اللي ارصته لما كان في الغابة مع اخت روزي واتها لتلوم اماندا طب ما يلا روحوا الارب مستشفى بس جي اتشي اللي مش هنعرف نعدي من الطري الرئيسي علشان خاطر ما فول زي ما انت عارفة بس انا هاخده نروح لصحبي داني اللي قلتلكم عليه هو اكيد معاه الادوية اللي ممكن يعالج بيها ارتشي قبل ما بيمشي تي اتشي بيروح يتكلم مع اماندا وبيقولها انه ما تلاشي من اي حاجة وان ابنها ارتشي اكيدا يكون بخير ساعتها بيجي كلايو بنلوم نوش لاي روزي في اي مكان بعدها بيقراروا انهم يقسموا بعضه وبتبقى مهمة اماندا وروسي انهم يدوروا على روزي ومهمة جي اتشي واتلاي انهم يروحوا يعلقوا ارتشي ساعتها روز بتروح تقولي ابوها علشان خاطري خليت معايا علشان انا هبقى خايفة وانا الوحدي فالاتي اتشي يا ساعد زمن بالزبط يا حبيبتي وهتلايني قدامك بس ما ينفعش اسيب الناس في الظروف اللي زي دي وبنشوف بعد كده اماندا وروس بيروحوا للأوضة اللي كان قلهم عليها ارتشي ان هو واخته كانوا عاديين فيها بس ساعتها اللي اتنمش بيلول روزي هناكو بيعودوا اللي اتنين يشدوا مع بعض في الكلام وبتقول لها الروز بعد اذنك انا واحدة مش عارفة امي فين لحد دلوقتي وبعدها لما بتخرج اماندا تدور في باقي الغابة على روزي ساعتها لما جدت بص وراه في مجموعة من الغزلان محاوتين روز فراحت بسرعة منضليها وفضلت تصرخ في وشهم هي وروز وبنرجع بالتي اتش اللي لما بيروحوا ووكلاي لتاني وبيطلبوا منه انه يسعدهم في انه عالج ارتشي وراح اقال لهم تاني انه عارف ان اللي حصل في سنان ارتشي بسبب الصوت اللي العالي اللي حصل بقاله كم يوم واني نفس الصوت ده حصل قبل كده في دولة كوبا وانا لما قالوا تي اتشي طبعين تعرف ايه سبب الحر اللي بيحصل ده فقال لهم داني انهم يمشوا من هنا وإلا هيدربهم بالنار بس تي اتشي راح مطلع المسدس بتاعه وكمان وراح اقل لداني انهم مش هيمشوا من هنا إلا لما يعالج ارتشي وقتها لما لقوم كي لاي بيعملوا كده راح اقل لهم كي لاي يا جماعة سادوا بالله ما تحسسونيش اني انا السبب وبعدين ان واحد دلوقتي مش عارف ولا فاهم اللي بيحصل حوالينا ابني ارتشي سنانه بتوع منه شكله تعبان قوي ومش قادر اعمل له اي حاجة وبنتي التانية روزي عملين ندور عليها ومش لعينها لحد دلوقتي ومش عارفين هي راحت فين بيزضبط ولا ايه اللي حصل لها فعلشان خطري يا استاذ داني شوف لنا اي حل الارتشي وعيدك بعد كده انك مش هتشوفه الشنة مرة تانية ولا هنا ولا في اي حده وفضل يتحيل عليهم علشان خطري ايده لحد اما في الاخر اللي اتنين ربنا هداهم وراحت داني مدي لكلاي شوية حبوب كده يديها الارتشي على امل انه يخف من اللي هو فيه لحد ما بيقول الاتنين يمشوا من عندي داني وساعدتها كلاي بيقول لي تي اتش احنا المفروض هنعمل ايه بعد كده بلو تي اتش انهم يروحوا للحصن اللي قالهم عليه داني وبعد كده بنشوفها ماندا وروز بيروحوا يدوروا على روزي بس برضو مش بيلقوها لحد لما وصلوا لما كان قدام المدينة ولقوها بتتحرق وكانوا بيستغربوا من اللي هم ما شايفينه وفي الاخر بنشوف روزي وهي عملة تمشي في الطريق لحد ما وصلت لبيت كده ودخلت فيه وبيكون مبهورة بمنظر البيت على الاخر والحد هنا بيكون خلص فيلمنا وكيد طبعا كلها يقول النهاية الغمضة دي بس اكيد مع اقرب وقتها يتم عمل الجزء التاني لحد هنا يكون خلص فيلمنا يريد تشاركونا اراءكم في الكومنتات اوز ان تتفرجوا على افلام ايه الفترة اللي جاية واشوفكم اشتركوا فيلم جديد بكرة ومع السلامة